ومعكم عزوز منجي فيديو جديد في يوم وجمعة 12 رمضان لا تنسوا للسراك واللايقات والسير والدعم والقناة رسالة مني لكم كعزوز للسباب للبنات للنساء لكل الناس لأي أنتخشا كان اتفعله ويعملوا سير ودعم كلام من القلب عيشت معايا في الحلوة والمرة هتلاقينا عيشت معاك في الحلوة والمرة عيشت معايا في كل لحظة حلوة هتلاقيني هعيش معاك في كل لحظة حلوة لما تعيشت معايا في الحلوة والمرة اقسم بالله هعيشت معاك في الحلوة والمرة لكن مش هتعيشت معايا في الحلوة والمرة هقولك شكرا بألف سلامة للسحاب للحباب لأي أنتخشا كان مش عيب أن نعيشت معايا في كل لحظة حلوة مش عيب أنك أنت أو أنت نحترم بعض ونقدر بعض ونزبر على بعض ونتسحم البعض إن الله مع تصابرين في القرآن اللي مش هيعيش معك في الحلوة والمرة قول له شكراً وبألف سلامة ما تتزلس لأي حد أحلى حاجة لتقوين العلاقة صداقات حب أياً كان خطوبة جواز إن إحنا ندبر على بعض ونحترم بعضينا ونعيش مع بعض في الحلوة والمرة أي حد في الدنيا مش هيعيش معك في الحلوة والمرة قول له شكراً وبالسلامة وإلي مش هيحترمك ولا هيقدرك ولا يعرف عن إيه صداقة ولا يعرف عن إيه حب ولا جوازه لخطوبة قول له شكراً بألف سلامة أحلى حاجة في الدنيا عشان تبقى شخصي ناجح وتبقى أنت تخصيها نجحة إنك أنت تعيش في الحلوة والمرة تحترمني واحترمك تقدرني وأدرك ودائما أنا بسبح عليه كل يوم سبح عليه كل يوم الحياة حلوة وتحب من يحبها ولا تحب من يسبب لها التعكير حافظ على صحتك النفسية صحتك النفسية أهم من الفلوس وأهم من كل شيء لكن أوعى تخسر صحتك النفسية عيشت معي حلوة مرة هعيش معك حلوة مرة أدخلت عليك السعادة والبهجة والكلام الحلو ادخل عليك السعادة والبهجة والكلام الحلو ما فيش الكلام ده أقولك شكراً الحياة أخذ وعطى الدين وأديك غير كده بالسلامة الحياة عشان تمشي حلو لاجم تعيش في الحلوة والمرة تقدرني وأدرك تحترمني وأحترمك نجبر على بعض سواء نكم في التداقة في الحب من أكتر المشاكل إن إحنا ما يحشرس نصيب في التداقة أو ما نكملس إن إحنا مش بنحترم بعدينا نفضل نلف وندور في الكلام ونتخابش على بعض ونقل أدبنا على بعض وفي الآخر أقولك غور ربنا مدينا درس ومديلك درس ومديلك أنت درس إنك أنت لاجم تختار السخص المناسب عسي معك حلوة مرة عسي معايا حلوة مرة مش هتعيش معايا في الحلوة مرة بالسلامة الاحترام قبل كل حاجة قلت لي بالحلو قبل كل حاجة طريقة الرد لاجم تقول حلوة غير كده بالسلامة لاجم نصح صح للكلام ده كويس ونفكر فيها هتقول آية كلام عزوز صح فرصة سعيدة لكم وسكرا لكم والسراك ولايكات ودعم والقناة دائما أنا بسعيدك وقول لك كلام حلو قول لي برده كلام حلو وفرح كده ناخد وندي دائما أنا بدي لك نديلي نفسي ما أنا بعمل اعمل أما هناخد الحياة قلة أدب ورفع صوت فأنت كده عمرك في حياتك ما هتكون لا صداقة ولا حب ولا حتى خطوبة ولا جواز عسان الحياة حلوة وتحب من يحبها والحياة تمسي حلو لاجم ناخد وندي والصوت والرد بقى حلو وهادي وكل حاجة ناخدها بقلة أدب وسياعة وشكرا لكم